نحن تكلمنا عن نوع من أنواع العلوم التي يتكلمون فيها الباحثين وهي عدد البشر الذي سكنوا على الكرة الأرضية ومعدل نمو الإنسان هذا ما كنت أتكلم عنه هنفترض أن الإنسان ظهر من 10 تلاف سنة قبل الميلاد يعني 12 ألف سنة من وقتنا الحال لو كان ظهر الإنسان في الوقت ده بمعدل النمو المعروف للإنسان مع وضع الاعتبار الكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة وأعمار الإنسان المختلفة حسب فترات الزمنية نلاقي أن الإنسان لو كان ظهر من 10 تلاف سنة قبل الميلاد كان المفروض ما بين 6 تلاف سنة لأربعة تلاف سنة يكون عدده لسبعة مليار إنسان فده ما حصلش لكن الإنسان ظهر بعد أربعة تلاف سنة قبل الميلاد ما بين ألفين لأربعة تلاف سنة وبدأ معدل النمو بتاعه لغاية ما وصل لقبل الميلاد أو لوقت سنة واحد ميلادية وصل تقريبا لأقل من نص مليار تقريبا 300 ألف مليون وكمل النمو بتاعه لغاية ما وصل حاليا 7 مليار عندنا أدلة على فعلا إن الإنسان في وقت الميلاد كان بالفعل عدد البشر تقريبا تقريبا هو 300 ألف مليون أنا أسف 300 مليون وبالفعل في سنة ألف ميلادية كان تقريبا عدده وصل فوق النص باليوم أو هو نص مليار وبدأ في الزيادة المستمرة لغاية ما وصل سنة ألفين وستة مليار ودلوقتي وصل للسبعة مليار فده اللي يؤكد لنا إن الإنسان بالفعل بدأ الزيادة بتاعته الحقيقية من ما بين سنة أربعة تلاف لسنة ألفين لكن في أدلة على وجود الإنسان من ما بين ستة تلاف لأربعة تلاف ففعلا الإنسان ظهر ما بين تقريبا تقريبا سنة خمس تلاف قبل الميلاد وابتدى يزيد وحصلت له حالة حادثة كارثة طبيعية كونية خليته يختفي شبه يختفي تماما بعد كده يبدأ في النمو مرة تانية من قبل ألفين قبل الميلاد حتى وقتنا الحالي عشان نوصل للمعدل ده والعدد الحالي ده بنسب الأعمار بوضع حساب الحروب بوضع حساب الأوبئة بوضع حساب كارثة طبيعية وده يؤكد بطريقة قاطعة إن الإنسان ما ظهرش من عشر تلاف سنة قبل الميلاد أو ما قبله لا الإنسان ظهر سنة قبل ألفين قبل الميلاد فهو ظهر فعلا خمس تلاف قبل الميلاد واستمر الغايد تلات تلاف لألفين قبل الميلاد وحصلت له حاجة خليته يقل جدا بعد كده يبتدي يزيد مرة تانية فيه سؤال على التكست طب هل فيه أدلة على أن بداية الإنسان العاقل أقل من سبعة تلاف سنة قبل الإنسان مرتبط بالحضارة لا يوجد دليل على حضارة أي حضارة مهما كان أنشأت من أقل من سبعة تلاف سنة من أكتر من سبعة تلاف سنة فالإنسان الحضاري الناطق العاقل وده متفق عليه ظهر من أقل من سبعة تلاف سنة أو تقريبا من سبعة تلاف سنة كم عدد الإنسان قبل الطوافان ما قدرش أجاوب عليها لكن لعني لو حناخدها بحسبة بسيطة أن من الطوافان زي ما قدمت لحضراتكم من آدم لغاية الطوافان لو مر حدود 10 أجيال 11 جيل لو حسبناهم هنلاقي أن لو فردين يعني في الوقت ده كان عددهم زيادة كل فردين بينتجوا 3 أو 4 أفراد فحنضربهم لو بينتجوا 4 أفراد والبنسبة أستاذ الحبيب داينوس حضرتك قلتلي طيب ما الناس بتموت آه لا أنا بقول أب وأم أنتجوا أربع أولاد فالأب والأم ماتوا والأربع أولاد هما اللي كملوا فأنا مش بحسب الأب والأم أنا بحسب الأولاد فاتنين في اتنين بيساوه أربعة دا جيل جيلين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ده لو حنحسبهم على أربع أفراد لو حنحسبهم أن معهم بنات يبقى أحداشر اتناشر تلاتاشر أربعة آسف عبتلي من الأول بتمانية تمانية في اتنين يساوي ستاشر تلاتين أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر فتقريبا عمر البشر تقريبا ما بين خمسة وستين ألف لمية واحد وتلاتين ألف ده عدد البشر يعني بالحسبة دي لو حطينا في الاعتبار إن نسبتهم أنا بس بجاوب سؤال حضرتك لو حطينا في الاعتبار إن هم كانوا بيتولدوا أكتر زي واحد زي عقوب كان بينتج يعني أنجب اتناشر ولد فاثناشر في ده معدل النمو في اتنين أنا أسف هي تبقى اتنين في اتناشر اتناشر يكون المعدل أربعة وعشرين ميتين تمانية وتمانين ده أجلين تلات أجيال أربعة أجيال خمس أجيال ست أجيال سبعة أجيال تمن أجيال تسعة أجيال عشرة يعني يكونوا وصلوا لسبعتاشر مليون فعشان كده قلت لحضرتك ما أقدرش حدد الرقم تماما لكن ممكن يكونوا من كام ألف من خمسة وتلاتين ألف لسبعتاشر مليون حسب العدد طيب ده بس إجابة سؤال حضرتك وأنا أسف أن أنا شتتكم في النقطة دي فأرجع مرة تانية لموضوعي الحزبة اللي قدمتها لحضراتكم أنه حساب الأعمار يؤكد أن الإنسان ظهر من سنة خمسة تلاف قبل الميلاد الإنسان العاقل المفكر أو الحضاري الناطق ظهر من خمسة تلاف سنة قبل الميلاد حصلت له حاجة يعني في حدود ألفين وشوية قبل الميلاد وبعد كده من بعدها ابتدى في الزيادة مرة تانية علشان يوصل للرقم الحالي اللي احنا بنتكلم عليه حاليا طيب اللي بيقيده نظرية التطور ما عندهمش حاجة يردوا بيها على معدل الحسابات الدقيقة اللي قلت لحضراتكم عليها يردوا عليها إزاي هنبتدي نتكلم على النقطة الأصعب والأصعب من اللي أنا قلته حاليا وهو الموضوع الحفريات واللي حضراتكم ببتديتوا تسألوا عليه هنيجي بالزبط اللي بيتكلموا على الحفريات وسبكان الكهوف والهياكل العزمية والحاجات دي كلها ده اللي هنتكلم عليه حاليا اللي حضراتكم بتسألوا عليه على التكستلوك بس أصبر عليها دقائق بيستغل كتير من المشككين وخاصة إخوة المسلمين وبعض الناس اللادينيين على موضوع الحفريات ويقولوا هذا يثبت إن الإنسان ده أهو قديم قوي ده الإنسان الكهف عايش مش عارف من كام ألف سنة مئات الألوف بل من ناس بتوصل لماليين السنين هل ده صح؟ هل آدم كان من أهل الكهوف؟ من أهل الكهف؟ ده خطأ نعرف بس الأول الفكرة بتاعت إن الإنسان ده الجماجن دي بتاعت الإنسان ظهرت إمتى؟ تسلسلها كان إمتى؟ أول واحد افترض نظريت التطور طبعا معروف داروين اللي هو نظريت التطور والانتخاب والحقيقة أشرح حاجة مهمة في البداية عشان محدش يخطأني فيما بعد أنا لا أرفض نظريت التطور لكن أرفض نظريت التطور الشمولية يعني إيه؟ يعني أرفض إن عبارة عن طوبة حصلت لها سعقة فكونت الكربون بإمادة حية أنشأ فيما بعد وحيد الخلية فيما بعد عديد الخلايا استمر من سمكة لصحلية لإرد الإنسان ده اللي أرفضه لكن أوافق على النظرية التطور الجزئية وديها لي خبرة معملية فيها يعني اشتغلت في معامل بتعمل حاجات زي كده بمعنى إيه؟ يمكن الناس اللي في المجال الطبي يعرفها مكلام اللي هقوله نوع مثلا من البكتيريا إشريشيا كولاي ده نوع من أنواع البكتيريا إشريشيا كولاي حساس لمضاد حيوي معين تقدر معمليا أو حتى في الطبيعة تخلي النوع الإشريشيا كولاي ده مضاد للمضاد الحيوي يعني ما يتأثرش به يعني تقدر تجيب بكتيريا نوع محدد من البكتيريا زي البكتيريا العصوية الإشريشيا كولاي دي اللي هي لو حتطلها مضاد حيوي معين بتموت لا تقدر جينيا أو حتى عن طريق التفارات وغيرها كتير أن تتخليها مضادة للمضاد الحيوي ما تتأثرش به وده اسمه تطور جزئي تطور نوعي جزئي لكن لا يوجد دليل علمي واحد واضح مؤكد أن جنس يتطور لجنس تاني يعني الأنواع أيوة ممكن تتطور لبعض لكن الأجناس لا تتطور لبعض ده المستحيل إيه اللي أنا بقوله الكلام المعقد ده بمعنى البكتيريا اللي لسه كنت بقول عليها إشريشيا كولاي مستحيل حد من العلماء يقدر يحولها من بكتيريا إشريشيا كولاي يخليها فطر مثلا أو يخليها أميبة القطة تتطور قط يبقى ممكن قط صيامي قط بري غيره لكن مفيش كلب بيتطور يبقى قطة الفيروس يتطور ويتعقلم ويحارب الانتي فيرال ميديكيشن لكن مفيش فيروس بيتطور ويبقى بكتيريا فاهمين يا عقصة ده أقول إيه ده نقطة التطور عشان محدش ييجي من اللي داخل في عمق الموضوع ده كويس يقول لما نرفض نظريت التطور إحنا أخبياء لا أحنا فاهمين التطور بنتكلم عليه النوعي الجزئي لكن نظريت التطور الشمولي هي دي المرفوضة الكتاب المقدس وضح تماما أن فيه تطور لكن تطور جزئي زي ما قال وقال الله في سفر التكوين صحح واحد عدد 24 وقال الله لتخرج الأرض زوات أنفس حية كأجناسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن ويمكن تكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في سفر في موضوع فلك نوح ولما تكلمنا أن ربنا إزاي وضح أن اللي دخل الفلك أجناس مش أنواع يعني نوح ما أخدش اتنين قطط سيامي واثنين قطط من النوع الفلاني وكلبين وولف وكلبين رومي وكلبين لولو وكلبين وتفر الأنواع مختلفة بتاعتها لأ لكن خد كلبين فقط لأن الأنواع ممكن تتطور لكن الأجناس لا تتطور فاكرين وفاكرين برضو في معدل نمو البشر قلت لحضراتكم حاجة مهمة لما كنا بنتكلم على الضيقة العظيمة لو تفتكروا في سفر الرؤية وحنكمل سفر الرؤية بمعاونة ربنا قريب لما قلت لحضراتكم أن في أجيال معينة ساعة مثلا لما جيه السيد المسيح على سطح الكرة الأرضية وظهر في الجسد كان عدد البشر أقل من 300 مليون حاليا نحن بنتكلم على سبعة مليار شخص إذا كان عاشوا على سطح الأرض 107 مليار على ما يقرب من 200 جيل منهم 7 مليار فقط ما يقرب تقريبا منه يعني أقل من العشر في جيل واحد لو بالمعدل ده لو وصلنا مثلا 20-30 مليار أو 50 مليار في جيل من الأجيال الجيل ده اللي هو هيبقى في زمن الضيقة العظيمة يمثل تقريبا ربع أو تلت اللي عاشوا على سطح الكرة الأرضية كلها فعشان كده وضحت لحضراتكم أهمية فترة الضيقة العظيمة هتبقى إزاي اللي يتكلم عنها معلمنا يوحنة ويتكلم على ألوف ألوف ربوات ربوات جايين لربنا بعد في زمن الإلحاد يبتدي يعرفه المسيح ويبتدي يقوله بأعداد رهيبة فالضيقة دي لها أهمية ده حيكون ثمرها رائع انت دلوقتي لو البشرية كانت بعد زمن المسيح التلاميذ بيبزلوا حياتهم علشان خاطر كم مليون إنسان حاليا خدام ربنا بعضهم بيبزل بعض من وقته وليس بحماس التلاميذ بالطبع علشان خاطر بنتكلم على سبعة بليون فيما بعد المسيح في الضيقة حيظهر ذاته علشان بنتكلم على خمسين بليون عايز يجيبهم لي لأن هو قال في بيت أبي منازل كثيرة فده برضو من ضمن أهمية الموضوع نوضحه إن ربنا عارف الأرض رايحة لفين وعارف هو بيعمل إيه أرجع لنقطة الأجناس مرة تانية حتى الإنسان ممكن يتطور الإنسان ممكن نوعه يتطور أفريقي منغولي قوقازي لكن جنس قرد يتطور لجنس إنسان لا يوجد دليل عليه وأقدر أقولها بكل ثقة أنقل من بعض كتابات زي كتاب أبونا عبد المسيح بسيط وغيره من الكتابات الكثيرة حتى كتابات غربية عن نظرية تتطور بعض الكتابات الأخرى فنادت الفلسفات المادية الأديمة اللي اعتنق بيها فلسفة اليونان اللي قالت بأزلية الكون والمادة اللي ما بتتغيرش وحتى هاجموا بيها الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس يقول على العناصر تنحل في رسالة معلمنا بطرس فقعد يقوله إزاي الكتاب المقدس يقوله العناصر تنحل والعناصر لا تنحل ولا تتغير لغاية ما ثبت فيما بعد في عصر الزرة إن الكتاب المقدس صح واللي قعدوا يهجموه أربل ألفين سنة أخطأ أخطأوا لما قالوا العناصر لا تنحل والكتاب المقدس قعد يقوله العناصر تنحل لأن بالفعل العناصر تنحل زي ما قال الكتاب المقدس قبل ما اكتشفها العلم بفترة طويلة أول واحد نادى بالكلام ده بعد داروين قبل داروين أنا آسف عالم فرنسي اسمه لامارك مولود سنة 1744 لـ 1829 وقال أن التطور ده مبدأ ورفض الكتاب المقدس تماما وقال أن الكائنات الحية نقلت السمات اللي اكتسبتها من جيل لجيل وتطورت وعلى سبيل المثال الزرافة هي عبارة كان حيوان يشبه البقر وقعد يطول الرقبة بتاعته عشان يوصل للورق الشجر الأعلى لغاية نبيئة الزرافة ومرأة بطويلة بعده طلع ليبيل اللي هو سنة 1132 اللي قال أن الأرض صحيقة الزمن والحياة لا بداية لها بعد كده جي بعد سبينسر اللي قال بعدم تلاشي المادة أو فناءها وبقاء الطاقة واستمرار الحركة ويقول كل حاجة تظهر بداية من تاريخ مجهول وتختفي في تاريخ مجهول وتطور ده تجمع لأجزاء بعد كده تتشتت مرة تانية وده من ضمن أتباعه اللي قالوا أنه نحن في دورة الحياة السبعة تعرفوا القصة دي حضراتكم طبعا دورة الحياة السبعة يعني كان فيه ستة حياة قبلنا واحنا في الحياة السبعة عشان كده احنا بنمشي بالاسبوع السابع ورقم سبعة بالنسبة لنا رقم مهم جدا آسف مش هطول في النقطة دي عشان يعني كلمات معقدة قوي يعني هعبرها بسرعة بعد كده وهو ده الراجل اللي قال أنه حتى العبادة تطورت زمان كنوا بيعبدوا الأليهة والأرواح بعد كده بتدت تتطور لفكرة الإله المركزي بعد كده بتدت تتطور لغاية نبيه الله اللي احنا بنؤمن به حاليا وطبعا الكلام ده خطئ تماما يعني قدموا أفكار كتير لغاية مجهة تشارلز داروين سنة 1859 في كتابه المشهور جدا اللي هو كتاب أصل الأنواع مناقش نظرية النشوق والارتقاء منطلق من مبدأ مهم اللي هو مبدأ ايه اللي هو السراع من أجل البقاء والبقاء للأقوى والضعيف بينتهي تماما فقال ان يوجد سراعه من أجل البقاء وهو اللي يتغلب فيه القوي وهو اللي يعيش وتطور والضعيف بينته وحتى بناءا على العبارة دي لو حنمسكها عليه طيب الإنسان تطور من قرد لأحاجة أحسن من قرد والحاجة الأحسن من قرد دي تطورت لإنسان والغريبة الإرد قاعد لكن الحاجة الأحسن من قرد اختفت تماما والإنسان قاعد طيب مش دي حاجة عجيبة لكن مش نقطتنا دلوقتي فقال الصراع من أجل البقاء بين الأجناس وطبعا نرفض تطور الأجناس واعتبر أن أصل الحياة هو عبارة عن صورة هلامية تسمى بالجبلة أو البروتوبلازم وظهرت فيها نواة اللي نسميها الخلية حاليا بعد كده من خلية لمعادة عدد الخلايا لمراحل لغاية ما وصلنا لمرحلة الإرد اللي وصلت بعد كده أعلى مرحلة تطورة هو الإنسان وقال إن الإرد الحالي والإنسان الحالي ليه أسلاف مشتركة بعدها تطور للإرد اللي احنا عارفينه حاليا وبعدها تطور للإنسان اليوم الخمس ملايين سنة وقالوا أن في بعض المراحل الانتقالية اللي بيجيبها لنا حاليا ويقولك أهو بص إنسان الكهف أهو وقادي جمجمة إنسان جاوة وامرأة صمطرة ونانسي وغيرها من الأسماء اللي حنسمحها دلوقتي قالوا أربع فئات القرد الجنوبي إنسان القادر على استخدام الأدوات إنسان منتصب القامة الإنسان العقل ودول الأسلاف الأولى للإنسان والإرد الحالي والإرد الأصلي اللي تطور لكل ده هو الإسمه الإرد الأفريقي الجنوبي وأفكر حضراتكم تاني بالصورة اللي احنا بنتكلم عليها الصورة دي قاد الإرد الأفريقي الجنوبي هو ده اللي بيقوله تطور للقرد الحالي وتطور للإنسان تحتوا معايا ولا لسه حضراتكم مركزين لو نيمتكم خلاص يعني اكتبوا لي اتنين واتوقف لو لسه صحيين اكتبوا لي واحد كل ده أنا يعني بجاوب على سؤال إيجابته سهلة جدا أنا لكن الحقيقة مش بجاوب أنا بس بتساءل طيب قالوا من أربع ملايين سنين خضعت أنواع مركبات كيميائية إلى تفاعل حصل في الأرض ويؤمنوا أن الإنسان أصله حجر وآسف تاني يعني إيه الإنسان أصله حجر يعني الإنسان عبارة عن حجر تنخبطوا في بعض وطلعوا شرارة خلوا بعض المواد الكربونية تتحد بطريقة إعجازية تكون مادة البروتوبلازم البروتوبلازم ده ابتدأ يتطور وطلعت له نواه وابتدأ يتطور بعد كده يبقى الكائن وحيد الخلية وابتدأ يتطور كائن عديد الخلايا وي 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 ده نظريت التطور وبعد كده من وحيد الخلية لعديد الخلايا للإسفنجيات لغيرها لغيرها للكائنات البحرية لبعد كده البرمئيات للكائنات الأرضية لغاية ما وصلنا للإنسان وأتوقف هنا عند ملحوظة مهم كلام ده لا دليل عليه حاول الباحثين لمدة مئات من السنين باستخدام جميع أنواع القوة المعروفة والطاقات المعروفة كهرباء، ليزر، حرارة، طرد مركزي، أشيعة X، الأنفراريد، الألترافايلوت جميع أنواع الطاقة أو القوة اللي تخطر لحضراتكم ضغط، حرارة، غيرها أنه يحولوا مركب عدوي لبروتوبلازم معرفوش ثاني لم يستطيع العلم حتى الآن مع استخدام جميع أنواع الطاقة أو القوة المعروفة أنه يحول مركب عدوي غير حي لبروتوبلازم حي والمطلوب رغم عدم، رغم فشالهم الزريع ده أن أنا أؤمن أو أصدق كلامهم أن في معجزة هي لسبب بداية الحياة رغم استحالة حدوثها معملياً ولا في الطبيعة حتى بالإضافة خلي بالكم ودي نقطة مهمة وركزوا معايا أرجوكم في النقطة دي ده بيش بس معجزة حصلت فجأة بطريقة عجيبة كونة البروتوبلازم ده المعجزة دي المستحيلة اللي بالفعل ما حصلتش لازم أوافق إن هي حصلت أكتر من مرة علشان ينتج بروتوبلازم حي أكتر من مرة واحد منهم قادر على التكاثر أشرحة تاني النقطة دي يعني معجزة حصلت خلت نواد عضوية ليس لها أساس تتحول من نواد عضوية لمادة حية البروتوبلازم يعني مفوض إن أنا رغم استحالة حدوث الموضوع ده لكن مطلوب مننا إن إحنا علشان نرفض ربنا ونؤمن بنظرية التطور لازم أوافق على حاجة زي كده كمبدأ أساسي ومش بس أوافق على كده إن المعجزة الغريبة اللي حصلت حجرين خبطوا في بعض تحت تأثير صاعقة أو غيره من القوة خلت مركب عضوي ميت لبروتوبلازم الحي لا ده أنا المفروض إن هي أؤمن إن هذه المعجزة الغريبة حدثت مرات عديدة جدا ألاف المرات بل ملايين المرات علشان واحد من البروتوبلازم الحي ده هطلع ليه قدرة على التكاثر بمعنى إيه؟ ما أنت يعني لو أفترض إن حتى المعجزة الغريبة دي حصلت وحول مادة عضوية لبروتوبلازم لكن البروتوبلازم ده ليس له قدرة على التكاثر فحيموت حصلت المعجزة مرة تانية وتكون البروتوبلازم الحي لكن ليس له قدرة على التكاثر وحيموت وحادثت المعجزة دي ألاف بل ملايين من المرات رغم استحالة حدوثها لكن واحدة منهم أنتجت ببروتوبلازم حي له القدرة على التكاثر فهمتني في النقطة دي علشان دي نقطة مهمة جدا ودي ما عرفش إزاي بيؤمنوا بيها أصحاب نظرية التطور وفودوا الكتاب المقدس ويؤمنوا للإنسان أصله حجر عيدها تحت أمر حضرتك هم بيقولوا الإنسان ظهر إزاي بيقولوا الإنسان ظهر عبارة عن حاجة حصلت في الطبيعة سعقة ضربت في مكون من المكونات العضوية حاول المكون العضوي ده لمادة حية بروتوبلازم كويس طيب رغم استحالة حدوث ده معمليا ولا حتى بيئيا ولم تحدث أبدا لكن حتى ماشى معاهم وحوافق أن المعجزة الغريبة دي لا يوجد قوة زكية اللي هو الله وراها لكن هي حدثت من نتيجة نفسها بفعل الطبيعة مواضع عضوية نتيجة حاجة معينة اتحولت لبروتوبلازم حي عاش بيئت فيه قوة حياة لكن البروتوبلازم الحي ده ملهوش قوة على التكاثر ده فجأة مرك مركب عضوي بيئي حي لكن لا يتكاثر ما يقدرش ينقسم أو يتزاوج أو غيره المفروض أن أنا أؤمن أن المعجزة دي حدثت مرات كثيرة جدا وينتج واحد من البروتوبلازم ده له خاصية غريبة فريدة أنه هو قادر على التكاثر فهل أؤمن بحاجة زي كده إن هي حدثت رغم استحالة حدثها معمليا وعدم وجود أدلة فيعيبوا علينا إحنا كناس مسيحيين نؤمن بالكتاب المقدس إن إحنا نؤمن بقدرة الله على الخلق وهم من يقولوا أن أنتم واخدين الكلام ده ده كلام ليس له صحة لكن أنتم واخدينه بالإيمان وهم من في نفس الوقت متمسكين بنظريات لا أساس لها من الصحة وهم من أيضا متمسكين بيها بالإيمان أو أقول إيمانهم هو سبب الأساس رفض الكتاب المقدس تاني آسف يا جماعة لو الكلام ده إلى حد ما يعني معلش مش مسيحيات للدرجات دي لكن الكلام ده مهم لأن أحيانا حاليا أعتقد خاصة الناس الموجودين في الغرب بنسمع الأسئلة دي من إخواتنا ومن ولادنا واللي الناس اللي بتخدم في مدارس أحد صح؟ أعتقد بنسمعه كلنا والرد بتاعنا بيبقى بسيط والإيمان لكن أحيانا واحد من ولادنا بيكونوا وصلوا لدرجة أنه هزوه لأنه مش قادر ياخدها بالإيمان عايز ياخدها الأول فكريا علشان بعد ما يخشيل حجر العفرة منه فكريا يقدر يدخل لمرحلة الإيمان كويس تفترض النظرية دي أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقابت اللي قابلها بطريقة حتمية يعني العوامل الخارجية هي اللي كانت بتقود بتقود خط سير التطور يعني خط سير مضطرب ملهوش غاية محددة لكن عوامل طبيعية بتخلي الغير عاقل عاقل والكائن يتطور لكائن تاني وتتخبط بشكل عشوالي وبالطريقة دي بتفسير داروين ده بيقول يعني أو بينادي بعد موجود الله ليه؟ لأن لو الإنسان أصلوا عبارة عن حجر حجرين خبطوا في بعض وطلعوا مادة عضوية المادة العضوية بطريقة ما أصبحت حية المادة الحية بطريقة ما أصبحت تتكافر بطريقة ما أصبحت عديدة الخلايا بطريقة ما أصبحت حيوانات بطريقة ما وصل الإنسان يبقى ما فيش الله في الزمان ده القرن التسعتاشر نشأ صراع الضخم ما بين العلماء اللي بيقيدوا فكر داروين وطبعا اللي هم الناس اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس وعلم اللهوت وللأسف في الفتر دي كان علم اللهوت ما عندوش قدلة علمية فكان فيه مشكلة منقشة الناس في الفترة دي وعشان كده في الفترة دي بدأ يظهر الإلحاد بالمعدل عالي قوي وبيقى معظم الملحدين هم دايما العلماء والبسطاء أو الناس المتقبلين الفكر الكتاب المقدس هو بيخدوه بالإيمان فالداروينية ما خلتش بس نحن لازم نتخلى عن فكرة أعمال الله بل خلت أن نحن لازم نفترض انقضاء حقب صحيقة جدا من بداية الحياة لغاية ما ظهرت الحياة وطبعا بناء عليه لا في جنة ولا في نار ولا في حاجة غيرها وحتى نظريت داروين طبقوه على الدين في الفترة دي وقالوا حتى الدين بيتطور ما فيش دين بعد كده بشر مات وكان قوي يعتبرون ان هو روحه لسه محيطة بيهم بعد كده عالم الأرواح بعد كده أنصاف الأليهة بعد كده الأليهة بعد كده حدو في إله واحد بعد كده الإله الواحد الفكر بتاعه بتادي يتطور لغاية ما وصلنا للفكر اللي احنا في ده وطبعا زي ما قلت كانت سبب ترك لناس كثير للإيمان طيب النقطة دي أنا مش حاول أطول فيها وادخل تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية في النقطة دي علشان الكنيستين كان ليهم مصادمات كثيرة وخاصة الكنيسة الكاثوليكية وحاولوا تدخل في نقاش علمي وحاولوا الكنيسة فترة من الفترات علشان الهجوم الضخم لكنيسة الكاثوليكية حاول التناقش التطور بفكر إيماني إلى حد ما لكن يعني كان فيه لخبطة كثيرة فتاني هعبر على النقطة دي وأختصر الموضوع ده لحضراتكم علشان يعني ما تلكمش لكن الموضوع ده طبعا عليه بضوط ضخمة وبكل بساطة النظريات دي بعد ما كانوا متأكدين أن هما نهلأولها إثباتات وتتحول القوانين الحقيقة وجدوا أدلة عكسها بكثير فأصبحت بدل ما هي نظرية أصبحت فرضية عارفين أن هي فرضية واحد يفترض شيء نظرية لما تبقى في بعض الأدلة تؤكدها لكن مش مية في المية ولما تتأكد مية في المية تصبح قانون فحاليا حتى نظرية التطور هي اسمها فرضية التطور وليست نظرية ولأنها ما قدمتش أي دليل علمي مؤكد على صحتها فأصبحت حاليا هي في مرحلة الفرضية المرفوضة وليست لها أي تجربة علمية تؤكدها طلع طبعا بعدها ميندل لقوانين الوراثة سنة 1265 وطلع بعدها علم الوراثة ووجه ضربة قوية حتى لنظرية التطور وتريبا دلوقتي في القرن العشرين شبه كل العالم رافض نظرية التطور وحاليا حتى شبه منوع دراستها فكتر من 42 ولاية أمريكية ودلوقتي ابتدوا يستبدلوها اللي أيضا رافضين للكتاب المقدس لأن مستحيل يقتنعوا بيها ابتدوا يستبدلوها بحاجة يسموها التصميم الزكي اللي هو إيه الانتليجنت ديزاين بتقول إن الكون الخالق ليه عقل زكي جدا طب طالما أنت وصلتوا لمرحلة إن اللي خالق الكون عقل زكي طب ليه ما بتقولوش على العقل الزكي ده الله فشلت تماما نظريت التطور وانتقنعتوا برفضها لكن ليه رفضين إن تقولوا على التصميم الزكي ده هو الله على مدار الأربعين سنة الماضية اكتشف علم الكيمياء الحيوية اللي هي أسرار الخلية ودرسوا كتير جدا في الموضوع ده لكن كل ما يدرسوا زيادة في الموضوع ده يتأكدوا من ما يسمى بالتصميم المبدع وتنتهي تماما نظريت التطور لا تستطيع أن تقف أمام علم الخلية اللي يؤكد وجود المصمم البارع المصمم المبدع فمحدش دلوقتي يقدر يقول إن المادة غير حية تجتمع فجأة وتكون حياة ده مستحيل علميا وعقليا وبيئيا ولم تنجح تجربة واحدة في إثبات الكلام ده لكن الحاجة اللي بيمسكوها بيقولوا التصميم المبدع أو الانتجة ديزاين يعني في قوة زكية هي الأنتجة الحياة مع رغم اقتنحهم بكده رفضين وجود الله نكمل الموضوع ده ويعني واحد مثلا زي الأستاذ كلاروس دوز رئيس معهد الكيمياء الحيوية بجامعة جوهانسبرغ بيقول إن أبحاث على مدار 30 سنة على أصل الحياة في مجال التطور الكيميائي الكيمياء الحيوية والكيمياء الجزيئية إن أصل الحياة مستحيل يكون تطور طبيعي لكن هو لازم قوة أنتاجة الحياة علشان كده دلوقتي العلماء اللي بدأوا يدرسوا في الموضوع ده أكثر بدأوا يدخلوا في الإيمان أكثر لأن ماينفعش يقدروا يرفضوا العلم والمنطق والعقل ويتمساكوا بنظريت التطور لكن لازم دلوقتي يعترفوا بوجود القوة الزكية والقوة الزكية هو الله أختصر الموضوع ده عشان ما طولش فيه قوي أنا قلت زي أنصار نظريت التطور رفضين للكتاب المقدس حاول ينسبه الإنسان أصله إرض لكن ما فيش دليل على كده طيب موضوع الجماجم والحفريات اللي بينسبوها للإنسان دي قصتها إيه واحد اسمه أوجين دبوا ده طبيب شاب اقتنع بنظريت التطور وابتدى يبحث في موضوع جماجم الإنسان أصبحت حية وستمرت الحياة لغاية ما وصلت لبنبتات وحيوانات لغاية ما وصل للأرود ومنه الإنسان لكن واضح تماما للدارسين الموضوع ده أنه فيه فرق شاسع ما بين القرد والإنسان عشان ينتقل القرد للإنسان مرحلة مباشرة ما ينفعش لازم فيه مراحل كثيرة جدا مراحل الوسيط اللي هي بيسموها المرحلة المفقودة أو الحلقات المفقودة هو قال الحلقة المفقودة بيسموها بالاسم اليوناني بيسموها بيتيكانتروب أو الفيتيكاثروب ومعناها فيتوس اللي هو قرد والأنتروبوس أو الأنتروبوس اللي هو الإنسان فهو قاله المرحلة الوسيطة اللي هو اسمه فيتيكانتروبوس يعني ما بين الإرد ما بين الإنسان نص إرد ونص إنسان مرحلة ما بين الاثنين ابتدى يدور عليه عشان مستحيل واحد زي ده ينجو اللي هو النص إرض ونص إنسان ينجو لا في أي جو صعب فكان لازم يعيش في منطقة حرة لأنه من غير شعر ومعندوش أي أسلحة ولا مخالب يقدر يعيش بيها ولا فك يقدر يحارب بيه ولا يقدر يتسلق الشجر بقوة زي الأرود ده ماشي على الأرض يعيش إزاي فقالوا لازم هيبقى لو وجد يبقى موجود في المناطق الحرة ابتدوا يدوروا في المناطق الحرة وزي جزيرة سومطرة وجاوة وغيرها ووصلوا سنة 1190 لنلقوا بعض الحفريات جمجمة الجمجمة دي واضحة يعني إلى حد ما واضحة تماما لكل اللي بدرس الجماجم الشامبانزي وخاصة القروض الجابون اللي هي بنلاقيها في جنينة الحيوانات المختلفة قروض الجابون المعروفة دي شكلها زيها لكن هو قال عشان لقي قريب منها عزمة فخد تشبه عزمة فخد الإنسان فقال ده هو المرحلة الوسيطة وعمل مؤتمر في أوروبا ونشره وقال وجد البنتة كنتروب اللي هو مرحلة الوسيطة ما بين الإنسان والأرد وطلعت جدال عنيف جدا في الوقت ده وطلعت نكت كتيرة في الموضوع ده وحاجات زي كده كتير بعد كده ابتدوا يكملوا بحث وغيره من الباحثين زي واحد عالم سيني الجي غي أندرسون وده ابتدى يبحث في منطقة اللي هو شوكوتيان وده خمسين كيلو جنوب بالغرب من بكين وليقي فيها برضو بعض الهياكل العزمية وقال أيوة ده اللي هو مرحلة الوسيطة للإنسان وابتدوا يبحثوا في الموضوع ده وابتدوا يحددوا أعمارها بالكربون المشع وغيرها كتير كويس هو اللي حصل ايه بداية العلم ده ان هما نفترضوا افتراضية وبيحاولوا يثبتوها بأي شكل إن فيه حاجة اسموه مرحلة الوسيطة ما بين الإنسان والإرد وأي هيكل عزمي يختلف حاجة بسيطة عنه أو أي جمجمة تختلف في اختلاف بسيطة عن الإرد تبقى دي هو المرحلة الوسيطة طب يمكن حاجة مختلفة لأ هو يبدا المرحلة الوسيطة فاهمين أقصد أقول إيه أنا عارف أن أنا تعطت حضراتكم قوي معايا النهاردة بس معلش يستحملوني شوية صغيرة هما نفترضوا ان فيه حاجة اسمها مرحلة الوسيطة ما بين الإنسان والإرد وكل هيكل عزمي وخاصة الجمجمة اللي لقوها مختلفة شوية صغيرة عن جماجم القرود أو أكبر منها شوية صغيرة يقولوا عليها دي المرحلة الوسيطة أعرض لحضراتكم صورة ونركز فيها اللي تحت ده اللي بشاور عليه ده صورة الهيكل العزم الأسف صورة جمجمة إنسان كويس اللي هنا صورة جمجمة غوريلا فده الإنسان وده الغوريلا الفرق ما بين الاتنين هو أن الجزء الجبهي للإنسان أصغر من الجزء المخي وجمجمة الغوريلا الجزء الجبهي أكبر من الجزء المخي يعني مخ القرود أو الغوريلا أصغر من الإنسان كويس فقاله الإنسان الوسيط هيبقى حاجة زي كده يبقى الجزء الجبهي تقريبا موازي مساوي للجزء المخي يعني مخه أكبر من الإرد شوية وأصغر من الإنسان لكن الحقيقة طبعا فيه أنواع من الأرود الجزء الجبهي أصغر بالفعل من الجزء المخي ولا زال إرد لغاية دلوقتي فليه القاعدة اللي وضعوها وهي دي المقياس الأساسي أي جمجمة يلاقوا الجزء المخي يقترب لحجم الجزء الجبهي يبقى دا المرحلة الوسيطة ليه بناء على أي مقياس وده سؤال أنا بسأله آه الإنسان فعلا الجزء المخي أكبر من الجزء الجبهي الغوريلا الجزء المخي أصغر من الجزء الجبهي ليه افترضوا الوسيط يكون ما بين الاثنين طبعا فيه من أنواع قردة الجزء المخي أكبر من الجزء الجبهي فاهميني في النقطة دي والأشراحة تاني لحضراتكم واعتذر مرة تانية لو الموضوع تقيل ما عليش سامحولي طيب جميل يبقى القاعدة الأساسية اللي بيستخدموها في مقياس الإنسان وتحديد ان دي جمجمة إنسان ولا جمجمة إرد ما تنفعش الحاجة التانية الحجم الإنسان اللي بيقول عليه المنتصب اللي هو الهومو إريكتوس اللي بيعتبر المرحلة الوسيطة ما بين القرد للإنسان العاقل وزيها مثال إنسان جاوة وإنسان بيكنج وصابي ترناكا وإمرأة سومترا ونانسي وغيرهم 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 القرد العليا اللي هو بيسموها الأيبس هم بيقولوا في مرحلة بعد الأيبس تطور وبقي حجم المخ طيب بيقولوا إيه مخ الإنسان يتراوح حجمه من بين 1350 سنطي مكعب ل 1400 سنطي مكعب يقولوا إن حجم المخ الإرد أصغر من كده يعني حجم مخ الشمبانزي 500 والغوريلا 700 سنطي مكعب فلو لقينا حجم مخ إرد أكبر من السبعمية يبقى ده المرحلة الوسيطة لكن حقيقة خطأ في مراحل من أحجام فيها حاليا أحجام مخ لقرود حجمها تعدل 1000 سنطي مكعب فعلى سبيل المثال إنسان جاوة 930 سنطي مكعب يعني مخه أصغر من مخ بعض الأرود الحالية صبي ترناكة لو بلغ يوصل مخه 910 سنطي يعني أصغر من الإنسان من الإرد حاليا بقيتهم كلهم ما هو أقل من 800 سنطي مكعب وأعيد الحتة دي تانية عشان نقطة مهمة الإنسان حجمه مخه أكبر من 1350 الغوريلا من 700 سنطي فمدون والشمبانزي 500 قالوا لو لقينا واحد مخه أو جمجمه تثبت إن مخ الكائن ده ما بين 700 لغاية 1300 يبقى ده المرحلة الوسيطة مخ بيكبر كويس؟ لكن الحقيقة دي أيضا قاعدة خطأ ليه؟ لأن بالفعل فيه أرود مخها حاليا أكبر من 1000 سنطي يعني أكبر من كل الجماجم اللي لقوها ويقول عليها مرحلة وسيطة إنسان جاوة وابن ترناكة وامرأة سومترا وغيرها 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 يعني الاعتماد على الفرق ما بين الجبهي والمخ خطأ والقاعدة التانية الاعتماد على حجم المخ فقط أيضا أقدر أقول لحضراتكم بكل ثقة خطأ دي الجزء بتاع جمجمة إنسان جاوة وبنشوف من الدوران بواضح إن الجزء الجبهي أكبر من الجزء المخ لكن عليه اختلاف علشان مش كامل لكن فيه ناس تانيين بحسوا الموضوع ده وليقوا أدلة مختلفة تماما غير اللي بيقولوه الناس دولة بتعوتن الإنسان أصله أرد إيه هو؟ قالوا طيب ما كان زمان فيه نوع من أنواع القردة الجابون أكبر من حجمها الحالي ولكن بسبب الحياة حجمها صغر طب ليه أنتوا بتقولون ده مرحلة وسيطة وما بتقولوش إن ده الجابون اللي هو كان زمان أكبر في الحجم بشوية وصغر بعدها ودي أدلة كتير من علماء بقى بالفعل بيثبتوا الكلام ده ده جمجمة الجابون حاليا ودي الجمجمة بتاعة إنسان جاوة اللي بيحاول يقولوا إن هي دي إنسان ولكن هو في الحقيقة ليس إنسان إنسان جاوة اللي بيستخدموه ويقولوا الكتاب المقدس أخطأ وغيره 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 هو أشبه ما يكون بجمجمة جابون كان أكبر في الحجم من الحالي قرد الجابون صبي ترناكا اللي هو تركانا بوي آسف كنت نطقت اسمه أكثر من هذا خطأ دي شكل جمجمة ودي مقارنة بجمجمة الإنسان وده اللي بيقولوا أيضا من المراحل الوسيطة ولكن ده مش صحيح ليه هو بيتشابه مع إنسان جاوة أو لكن لو قرناه بجمجمة الجابون نلاقيه بيتشابه معها أكثر قائمة مش هصدع حضراتكم بيها قائمة طويلة بكل الاكتشافات اللي لقوها وبيقولوا ندية تؤكد فعلا المراحل الوسيطة ما بين الإنسان والقرد دي مرحلة حقائية ولكن النقطة المهمة إن مخخ أو أحجام المخ بتاع الكائنات دي كلها لا زال أصغر من حجم بعض أنواع القرد الموجودة حاليا ودي مشكلة بيحاولوا يعني يتجاهلوها ويغطوها يعني زي مثلا حاجات كانت 350 سنتي حاجات كانت 650 سنتي وغيرها لكن بيصروا في جهادهم إن يثبتوا الإنسان أصله أرد رغم التجاهل حاجات علمية مهمة كلام ده علشان أثبتوا لحضراتكم هسماع لكم حتة صغيرة من فيديو يثبت اللي أنا بقوله لكم ده كلامهم هما مش كلامي أنا هشغل فيديو صغير وده هو واحد من أحد العلماء الذي يؤمن إن الإنسان أصله أرد وبيبحث في الموضوع ده هنا بيبتدي يعني بيقول إن طبعا في الغابات في الوقت زي ده طبعا فيه حيونات كثيرة كتيرة وطبعا دي نقطة مهمة زي الإنسان اللي بيتطور ده بدون سلاح بدون عقل بدون أي شيء نجا في الظروف الغريبة دي وده سؤال مهم وهنا يؤكد إن الكائن في الزمان ده لم يقدرش يدفع عن نفسه لا ينجو طيب القلة ده ممكن تتسلق الأشجار الإنسان في المرحلة الوسيطة اللي بيقول عليه لكان منتصب ماشي على الأرض بدون ديل ده إزاي نجا في الظروف دي طبعا دي معجزة آسف معضلة بالنسبة لهم حتى الآن غير قادرين على حلها بيقول في الزمان زي ده لو كائن موجود ماشي على الأرض بدون أي اسلوب دفاع ما يقدرش ينجو في الظروف زي دي فإزاي الإنسان نجا في الظروف زي دي بيقول لازم كان الإنسان اكتشف بطريقة ما إن هو ينعزل عن الحيوانات دي بحيث يحمي نفسه لغاية ما تطور يبقى إنسان وطبعا عارفين بعدها اختفى وبيقول دي معجزة طيب برضو ما بنؤمنش دي تؤمن إن هي معجزة لكن ما تؤمنش إن ربنا هو اللي خالق الإنسان ويقول إن هو لوسي اللي هو واحدة من الجماجم لأنسة اللي بيقول عليها من ضمن المراحل الوسيطة للإنسان بيحتاج كان يمشي مسافة كتيرة علشان يدور على الأكل فبيؤكد إن المراحل الوسيطة زي لوسي وإنسان جاوة وغيره حجم مخه أصلا أصغر من حجم القردة العلي ودي المشكلة الكبيرة اللي بتوجههم لغاية دلوقتي إن عندهم المراحل الوسيطة كلها المكتشفة حتى الآن حجم المخ أصغر من حجم مخ بعض القردة فإزاي يكون مرحلة تطور حيبتلي يتكلم على نسبة الزكاء في الحيوانات دي وحيكتشفوا إن هو نسبة الزكاء قليل أخذ بعض القردة وقد أخذ بعض أكثر دخول وفي بعد 20 عام شراء اجتب شراء لغاية دي فمتنا اجتب أشخاص من الوسيطة لتشخص موقع المخذر من الوسيطة وفق المخذر إلى أكثر وراءتهم وفي بعد فعلنا نحن نحن نتشعر لا تشعر هنا ده اللي بيقولوا عليه ده يعتبر اقدم جمجمة لما يعتبر اجداد الانسان الصورة دي واسمعوا حيقول ايه باعتراف واضح وشديد جدا بيقول انه هو ده اللي بيعتبره انه هو ده بداية البشر ولكن الشيء اللي قاله وده اعتراف منه رغمية ان ده من الناس اللي تؤمن بفكرة التطور يعترف ان مخ هذه الكائنات تلت مخ الانسان وهنا اتساءل سؤال مهم وايضا اسيبه بدون ايجابة الانسان مخه اللي هو 1350 او 1400 سنتي مكعب القرد حاليا مخه نص حجم مخ الانسان فما فوق ما يقال عنهم اجداد الانسان اقل من حجم مخ القرد فهل القرد انصخت اولا بعد كده فجأة ابتدى يعلى مرة تانية عشان يوصل لمرحلة الانسان فاهمين اقصد اقول ايه ده كلام هم هم من مش كلامي انا مخ الكائنات اللي بيجيبوها دي وبيدعوا ان هي جدود الانسان اللي بيجيبوها الاخوة المسلمين ويوجهونا ويقولوا اتفضلوا اهوه ده الانسان عمره تلاتين الف سنة ولا ميت الف سنة وكتابكم اخطى يعترف العلماء ان حجمها تلت مخ الانسان الحالي والقرد الحالية حجمها تلتين مخ الانسان الحالي فهل يطرى القرد اولا اتصخت وصغر مخ بعد كده كبر مرة تانية فاهميني يا اخوات الحباء اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي واحد اللي مفهمش يكتب لي اتنين وانا اعيدها بسرعة النقطة دي لانها مهمة جدا وفيصلية وكافية على اجابة الموضوع تماما طيب اللي كتبوا اتنين هشرحها بسرعة مرة تانية انا هوافق مبدئيا ان الانسان اصله ارد والارد بيتطور ومخه بيكبر وبيتنور وفجأة الارد وصل لمرحلة ان هو بقي كائن عاقل حضاري ناطق مراحل التطور دي مفروض مخ الارد بيزيد بيكبر عشان يتحول من كائن غير عاقل كويس لكن الحاجة العجيبة ان كل الحفريات اللي بيقدموها حتى الان اللي بيقولون هي مرحلة وسيطة لتطور الارد الانسان مخها اصغر من مخ الارد فكيف اقبلها؟ يعني اخوات المسلمين او اي حد حتى يرفض الكتاب المقدس لما تيجي تشكك في الكتاب وتقول اهو اكتشفوا جنجمة لانسان عمره مئة الف سنة قبل ما تجيب لنا الموضوع ده اسأل اللي ادولك المعلومة دي حجم مخه قد ايه ترى؟ ولو اكتشفت ان هو حجم مخه اصغر من الارد لو سمحت ما تكسفش نفسك وتتتكلم في الموضوع ده تاني ده السؤال المهم جماجم لمين؟ وده اللي اتكلموا عليه علماء اخرين وقدمتهم من شوية قردة الجابون وبعضها من انواع القردة كانت اكبر في الحجم بشوية من وقتنا الحالي ما احنا فيه حيونات كتيرة كانت اكبر في الحجم علشان الضغط الكرة الارضية كان اعلى وعارفين نسبة البخار اللي كانت اعلى واتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في موضوع الطوافان يعني حتى سمك القرش ما معروف ان فيه نوع من سمك القرش كانت اكبر بكتير من الحجم الحالي وفيه انواع من قردة الجابون وسابت اكبر بكتير من القردة الحالية من نوع الجابون الحالي في الحجم وليس في المخ فده انواع من القردة كانت اكبر في الحجم الجسم لكن اصغر في المخ وانقرضت كويس فتاني مرة اي حد يجيب مهما كان اي اكتشاف قبل ما يتكلم في النقطة دي اتمنى منه يقول لي حجم مخ الجمجمة اللي جاي استشهد بيها قد ايه ولو طلعت اصغر من مخ الارض وبعض القردة العليا حاليا لو سمحت ما يتكلمش في الموضوع ده تاني وايضا انا بتساءل لا ادعي العلم انا بس بنقول من كتابات اللي بيقولوا الموضوع ده السؤال اللي بسأله ايه هو الدليل دول مراحل لتطور بشر عقلة واخدها لحضراتكم اتوقف عند النقطة دية وعارف تعبتوكم قوي معايا لسه في مرحلة مهمة هتبقى فيصلية في كلامنا فتحبوا نوقف ناخد دقيقة يعني الترنيمة واكمل ولا لو تعبت نوقف خالص